موسيقى مساء الخير في مثل شعبي قديم بيقول من حكم في ماله فما ظلم يعني كل واحد فينا حر يتصرف في أمواله في ممتلكاته زي ما هو عايز وبالشكل اللي يناسبه من غير محد يحاسبه غير ربنا ومن بعد ربنا دائرته القريب زي مين مثلا زي مراته ولاده في حالة انه هم لقوا مثلا هيضيع فلوسه او يتصرف تصرفها ده غلط لكن أميرة بطل القصة حقيقية النهارد فجأة لقيت أطراف تانية بتحاسب أبوها على فلوسه وممتلكاته وبيتدخلوا في حياتهم بشكل غريب لدرجة ان أبوها دلوقتي بقى عايش في أزمة كبيرة جدا تعالوا نسمع حكاية أميرة من أولها ونشوف بعدها تقول لنا اين اسمي أميرة وعندي 22 سنة من قصيوت طول عمري عايشة في معاناة بسبب تصرفات كتير غلط بشوفها حوالي وماليش يد في اني أغيرها وأكبر تصرف غلط كان نفسي أقف وشه وأقول له لأ هي عادة موجودة فعلتنا وعائلات كتير حوالينا في البلد بتخليهم لما تحصل حالة وفاء وبتيجي بنات الميت تطالب بحقها في الورث يردوا عليها وبكل بجاحة ويقولوا ما بنورسش حريم الموضوع ده حصل كتير حوالي مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة حصل مع صحباتي وزميلي وكانت الصدمة الأكبر لما حصل مع أهل أمي جدي من أمي لما توفى كان سايب أراضي كتير وكان عنده ثلاث سوبيون وأربع بنات فخلاني منعوا أخواتهم البنات من الورث وقالوا لهم ما بنورسش حريم دي أرض أبونا وأجدادنا وطول عمرنا محافظين عليها وانتو دلوقتي بنات متجوزين كل واحدة فيكم في عسمة راجل ايش فهمكم انتو في الأراضي والزراعة ولا يكش تكونوا فاكرين انكم اتخلوا جواسكم يدخلوا في أرضنا ويخشها حد غريب بعد العمر ده كله ورموا لأمي واخواتها البنات كم ألف وقالوا حقكو تاخدوه ناشف لكن الأرض لا مع أن الفلوس اللي رموها لأمي واخواتها كانت أقلب كتير من حصتهم في أرض جدي وتهضم حق أمي واخواتها منع للمشاكل اللي كانت ممكن توصل للدم وردينا بالمقسوم وقتها والدي مرضيش يتدخل رغم أن أمي فوضته يجيب لها حقها بس هو قال لها مش مستعد مش مستعد أسمع أني بتدخل عشان طمعان في أرضك ومش بعيد يفهموني أو يتهموني إن أنا لم سلطك جوزك الحمد لله عنده أرضه وحالته مستورة واللي إخواتك أسروا فيه أنا سد بدلهم فواضي أمرك لله وعند ربنا مفيش حق بيضيع وأي حاجة تحتاجيها أنا عناية ليكي من غير بقى ما نخش في صراعات ممكن تضيع الدنيا كلها مش بس كده ده ساعات كان الأهالي بيعملوا تصرفات ضد الرحمة والأخلاق تحت حجة إن ده شرع ربنا ومحدش فينا بيعمل حاجة غلط أو حرام زي زملتي اللي كان أبوها خلفته كلها بنات وبعد ما مات كان ما عندوش غير شقة عايشة فيها صاحبتي واخوتها البنات وأمها المريضة مريضة السرطان فجوم عمامها وصمموا يبيعوا الشقة عشان سعرها يتقسم على الكل اللي داخلين في الورث كم إن أبوها ما كانش مخلف ولاد ساعتها البنات ترجوا أمامهم ما يبيعوش الشقة وقالوا لهم دي الحاجة اللي فضلة من ريحة أبونا ومناش بيت تاني نعيش فيه لو الشقة تباعت أما أمامها قالوا لهم ده حقنا وشرع ربنا الشقة هتتباع وكل واحد له حق في الورث هياخدوا وبعد كده هيتبقى نصبكم تعملوا بي اللي انتوا عايزينه الحق ما يزعلش حد وماتت أم صاحبتي من صدمتها وقارتها وشقة فعلا تباعت ولقيت صاحبتي نفسها في الشارع هي واخوتها البنتين ووصل بيوم الحال ان هما بقوا عايشين في شقة إيجار صغيرة اتدهورت حياتهم وبقيت بقس ومحدش من أمامها اللي تكلم باسم الشرع والحق بقى يسأل فيهم لما الدنيا دقت عليهم كل التفاصيل دي كانت بتوجع أبويا جدا خصوصا انه الحمد لله بيعرف ربنا وفاهم انه زي ما فيه شرع فيه حاجة اسمها روح الشرع وفيه حاجة اسمها وصاية وتعاليم في الدين الناس مش بتركز فيه وموقت الوفاة قد ما بتركز في المراس والفلوس لكن ما بيركزوش في صلة الأرحام ولا في البنات اللي ما لهمش حد بعد وفاة أبوهم ولا في انهم ازاي يسطروا ببنات وما يخلهمش محتاجين لزل السؤال للأسف يا أمير كلامك على قد ما بيوجع ويدايق بس كله صح انا شخصيا شوفت ده بسمعت عنه في قصص ناس كتير جدا حوالي ربنا سبحانه وتعالى حطلنا في المراس بالذات أدق القواعد والتفاصيل والشروط بس حط مع بقية الورث أو الناس اللي بتورث وصايا كتير بالرحمة صلة الأرحام حب إحسان لكن البشر اتعودوا ان هم يطباوا ايه الجزء اللي على هواهم بس من الشعر إلا من رحمة ربي تعالوا نكمل كل المواقف دي كانت بتأثر في أبويا اللي كان دايما بيحزن ويكتئب ويضرب كف على كف ويقول رحمتك يا رب هي الناس بقت وحشة كده ليه خصوصا انه لما أبوه مات أبويا مش بس ادى اخواته ببنات حوقهم لكن كمان اديهم فوق حقهم بزيادة زي أخته اللي كانت أرملة وعندها ستة عيال والدي اديها جزء من ميراسه عشان يساعدها وعرض ساعدها على أخواته الولاد ان الراجل ياخد زي الست بس هما رفضوا لحد ما في يوم أبويا اجتمع بينا وقال لي أنا وأمي واخواتي البنات مستحيل أقبل انه كنت تبهدلوا من بعدي زي ما بيحصل حواليا في بيوت كتير احنا بقينا في زمن صعب جدا الناس فيه بقي الديابة وكل واحد بيدور على حتة اللحمة اللي فاكر ان هي هتشبعه وتغذيه ومش فارق معه بقى حد غيره عشان كده لازم كل حاجة أنا خايف منها تتحسم وأنا عايش قبل ممشي واسب كل المجهول وممكن أهلي اللي شايفهم دلوقتي طيبين وإحنا ينين الفلوس تغيرهم لما موت وزي ما بيقولوا الفلوس بتغير النفوس أمي ساعتها بكت وأنا وإخوتي سألنا هتعمل إيه يا بابا رد وقال أنا هوزع صروتي عليكم على حياة عيني هكتب لكم كل ما أملك ومحدش هيتدخل أو يدخل فورسكم ويدايقكم من بعد ما موت واكتشفت بعدين أن أمي فتحت أبويا في الموضوع ده قبل كده كتير بس هو كان بيسكت ساعت ويرفض ساعت لأنه كان بيخاف يكون ده ضد شرع ربنا لكن هي دايما كان بتفكروا بإلا حصل معها واللي بيحصل في عائلات كتير ما كانش حد يصد إنهم ممكن يعملوا كده ساعتها حسيت بالخوف سيرت الموت نفسها وفكرة إن بابا يبقى بيقفل أوراقه وحساباته حسستني إنه بيودعنا وقرى بيمشي ده غير خوفي من حاجة تانية مهمة يا طرى هيكون فيه رد فعل ورد فعل لأهله هيبقى إيه لو عرفوا باللي عملوا ويا طرى هيعرفهم من دلوقتي ولا هيسيبها لهم مفاجأة لو لا قدر الله توفى وجات لحظة توزيع المراس بس القدر ما سبنيش في حرتي كتير إيه اللي حصل يا أميرة تعالوا نشوف تعالوا نكمل أنا عارفة إنكوا عايزين تعرفوا زي بالزبط إيه اللي حصل إن بابا لما راح الشهر العقاري عشان يكتب كل حاجة باسمنا حد من هناك كان يعرف عمامي وحكى لهم على اللي حصل وفي يوم لقينا بابا راجع مبرز علان جدا وعرفنا إن عمامي وجدتي أم أبويا اجتمعوا بيه في دوار العيلة وعدبوه على اللي عملوا وقالوا له إحنا مش بنعدبك عشان طمعنين في حاجة من فلوسك لكن بنعدبك عشان اللي انت عملته ده تعرف وزي ما وصلنا أكيد هيوصل لأهل البلد الناس هتقول علينا إيه طمعنين فيك وإنت بتحمي بناتك ومرتك مننا ما كانش العشم ما كانش العشم أبدا إنك تصغرنا وتحطينا في الصورة دي متشكرين لحد كده ومن النهار ده إنت وعيالك ومرتك في حالك وإحنا في حالنا ولسانك ما يجيش على لساننا أبدا مشكلة إن بابا إنسان حساس وإحناين جدا فوق ما تتصوروا ورغم إنه عمل كده عشان خايف علينا بس هو كان دايما يقول لنا أنا بحب أهلي جدا وأعرفهم كويس لكن خايف من الشيطان هو أسواس النفوس بس بعد القاعدة اللي قاعدة مع جدتي وعمامي حس بالزم دخل في نوبة اكتئاب لحد ما في مرة قال لنا أنا بفكر رجع كل حاجة زي ما كانت وصلح أمي وإخواتي أنتوا رأيكم إيه؟ ساعتها أمي خرجت عن شعور وقالت له إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت جاي على أكتر قرار صح عملته في حياتك وعايز ترجع فيه؟ قال له أنا تسرعت وصدمت الناس معي أقرب الناس لي قالت له لو كانت نييتهم كويسة ما كانوش كبروا موضوع على الدرجة دي وبالكتير كانوا عدبوك وكلمة منه على كلمة منها قفلت معاها يرجع كل حاجة زي ما كانت وهي قفلت معاها تسيبه لو رجع في كلامه وقالت له إوعاك تفتكر أني طب معانا في حاجة إذا كان على اللي أنت كتبه باسمي خده لكن اللي كتبته باسم بناتك مستحيل مستحيل أقبل أنت ترجع فيه دلوقتي ودلوقتي أنا وإخواتي خايفين وقلقنين ومش عارفين نعمل إيه ولولنا نعمل إيه رسالة جميلة لحد هنا وخلصت رسالة أميرة رسالة بتقول كلام جوه بيوت كتير جدا في مصر ومسألة ما بقتش مسألة ورس ولا مسألة شارع قد ما بقت مسألة رحمة صح؟ ومسؤولية نحن نحن نشير الأمانة بعد ما يتوفى أبو البنات بالذات مش بتكلم حتى على اليتامة الصغيرين لو فيهم رجالة بعد وفاته نلاقي نفسنا خلص قصاد رهان محدش بيبقى عارف مين هيكسبه؟ الإنسان؟ ولا الشيطان؟ يا طرق بقى بابا أميرة غلط لما قرر أنه يكتب كل سروته باسم بناته عشان يحميهم؟ ولا غلط لما فكر يرجع في كلامه عشان ما يخسرش أمه وأخواته طب لو هو رجع في حاجة زي ما كانت يعني رجع في اتفاق ورجع كل حاجة زي ما كانت هل أخواته هيسامحوه؟ ما يترجع لما جريها تاني؟ مراته طيب أم بناته ممكن فعلا تنفصل عنه زي ما هددته؟ طب البنت الغلبانة أميرة دي واخوتها مفروض يعملوا إيه في موقف زي ده خصوصا أنه أميرة شايفة أنه حسب حكايتها قصص كتير صعبة كلها بتتعلق بالميراس الظلم اللي بيحصل في توزيعه احنا نقل تعصيلة الرحم عادي بعدما كل واحد بياخد حقه بيحصل عليها اخناقات كتير جدا على الفيسبوك زي ما بتشوفه أنه البناته مفروض يعمل إيه؟ مفروض يسيب لهم حاجة طب يكتب لهم إيه؟ طب أنتو زعلانين ليه؟ طب هو لو حد زعلان ده حقه ولا مش حقه دي بتبين صدقه بتبين صدق نواياه؟ لا تفاصيل كتير قوي محتاجين لتكلم فيها محتاجين نعرف إيه الصح من الغلط شان ما حدش في الآخر يجي ولك طمعون هي مش طمع هي كل واحد اللي وجدت نظره والحق ما يزعلش حد استنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة